الجزيرة مباشر من أمام الحاجز الشمالي لمدينة البيرة كما تشاهدون الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنتشر وتقوم بالتدقيق في أذنات الدخول والخروج من المدينة في ظل إغلاقات مستمرة في الأراضي الفلسطينية للأسبوع الثاني على التوالي كان قد سبق هذا الإغلاق المشدد في الأراضي الفلسطينية إغلاقاً جزئياً أيام الجمعة والسبت والتي يمنع فيها التنقل بين المحافظات بالإضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات الفلسطينية وقدرة تشغيلية في الوزرات والقطاعات المهمة بنسبة 30% كما كان ببيان الإغلاق الصادر عن الحكومة الفلسطينية هنا اليوم السبت ينتهي الإغلاق بحسب الإعلان الصادر عن الحكومة الفلسطينية في حال لم يتم التجديد يعني ذلك بالدخول بالإجراءات التالية بحسب مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية في الساعات القادمة سيكون هناك اجتماع للجنة الطوارئ في وزارة الصحة والأجهزة الأمنية الفلسطينية والتي ستقدم بدورها توصيات عن الحالة الوبائية للسلطة الفلسطينية تحديدا لمجلس الوزراء الفلسطيني الذي بدوره سيتخذ إجراءات ما لدينا من معلومات بأن الإجراءات أيضا ستنسى تمدد لكن وتيرة الإجراء وعدد الأيام بالإضافة إلى شكل الإغلاق سيتخذ في جلسة اليوم الواقع الوبائي هنا في الأراضي الفلسطينية ما زال على حاله متوسط الإصابات في الأراضي الفلسطينية بلغ 1400 إصابة تحديدا في الضفة الغربية ومدينة الكدس مدينة الكدس أيضا الفلسطينية ما زالت تعاني من كثرة الإصابات إذ بلغت الإصابات تقريبا بمتوسط يومي من 240 إصابة إلى 270 إصابة هنا كما تشاهدون الإغلاقات في الضفة الغربية تحديدا تتركز في مناطق المدن القرى الفلسطينية تخف فيها الإجراءات رويدا رويدا بحسب ابتعادها عن مركز المدينة كانت الحكومة قد أكدت بأن وضع المشافي وعدد الذين تواجدون تحت ما يعرف العناية المكثفة ومن تواجدون أيضا في غرف أو في ما يعرف بالعناية المكثفة ما زالت الأعداد كبيرة نحاول أن نعطي عددا رقبيا للحالة الوبائية في فلسطين بحسب ما صدر عن الحكومة الفلسطينية عدد الإصابات يوم أمس بلغ في مدينة الكدس 234 إصابة الضفة الغربية 1800 إصابة قطاع غزة 270 إصابة حالات التعافي في مدينة الكدس 373 إصابة الضفة الغربية 1616 إصابة هنا نتحدث عن التعافي قطاع غزة 123 حالة التعافي حالات الوفاة في الكدس ثلاثة وفيات الضفة الغربية 14 وفاة قطاع غزة وفاة واحدة المرضى في العناية المكثفة 190 حالة فلسطينية والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي بلغت 55 عدد الفحوصات المجرى في الأراضي الفلسطينية 9863 إصابة كان هناك صخب في الأراضي الفلسطينية هذا الصخب كبير حول بعض الإشاعات التي صدرت عن وجود خمس وفيات في مستشفى دورة الحكومي تحديدا في مدينة الخليل والتي تسببت في موجة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي السلطة الفلسطينية بموزن وزارة الصحة الفلسطينية قامت بإعطاء بيان توضيحي وقالت بأن الإشاعة هذه مصدرها غير صحيح هناك حالات وفاة صحيحة لكن هذا ليس مرتبط بأن حالات الوفاة تمت في غضون دقائق في مستشفى دورة الحكومي لكنها أيضا أكدت على خطر الحالة الوبائية وأن هناك عدد كبير يتواجد على غرف العناية المكثفة في الأراضي الفلسطينية أيضا في سياق أيضا الإصابات كان هناك أيضا حديث عن من وزارة الصحة الفلسطينية بأن المنهجية الآن القائمة بضرورة إحداث اللقاحات خاصة بعد الموجة الغاضبة في الأراضي الفلسطينية والتي أهمت السلطة الفلسطينية بعدم وضع برنامج دقيق وعادل لتلقي اللقاحات خاصة في الدفعة الأولى التي حرصت وزارة الصحة أن تقدم جدولا كما قالت لي المكاشفة في حال بدأت عملية التطعيم في الأراضي الفلسطينية فإن من سيستادف خلال المرحلة القادمة في الأراضي الفلسطينية هم الأطباء ثم بعد ذلك في الإشارة إلى القطاع الصحي ثم كبار السن ثم تتم إلى شرائح أخرى بحسب الحاجة والأهمية وأيضا ما تعلق بالفئات العمرية إذن هنا الأراضي الفلسطينية تشهد حالة صعبة من حيث الإصابات وعدد الإصابات وأيضا في المقابل تشهد وضعا اقتصاديا صعبا كانت هناك الغرف التجارية قد حذرت في أكثر من محافظة من خطورة استمرار الإغلاق في الأراضي الفلسطينية لانعكاسه الكبير على الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية تقدر الغرف التجارية بأن حجم التضرر للفئات المتوسطة من المشاريع بلغ بواقع 90% للفئات الاقتصادية وأيضا اعتبرت بأن قطاع التجارة في أكثر من بيان في بعض المحافظات وصلت حالة التضرر إلى أكثر من 70% من الحركة التجارية المعهودة خاصة إذا اعتبرنا بأن موسم المواسم المختلفة قد تم التأثير عليها بشكل كبير وأن الخسائر باتت تمس جوهر قوة الاقتصاد الشعبي الذي يطلق عليه هنا في الأراضي الفلسطينية بوصف أن مكنة التشغيل هي الأكبر له اليوم نحن أمام قطاعات متضررة كبيرة وأيضا خطط الحكومة الفلسطينية لم ترقى بحسب التجار إلى معالجة جوهرية لوضع العكاس السيء على الواقع الاقتصادي إذن كما تشاهدون الحواجز تدقق في أذنات الدخول والخروج هنا ويمنع أيضا التنقل ما بين المحافظات لكن أيضا هناك مشاهدة أيضا في باقي المناطق الفلسطينية بأن حركة التجديد في الخروج والدخول للمناطق الفلسطينية والإغلاقات في الضفة الغربية تكون في القرى نسبة الإغلاق متدنية ومتدنية للغاية في المخيمات الفلسطينية الإغلاق غير متواجد تتركز عملية الإغلاق في المدن لم ينكسر المنحنى أيضا بحسب مراقبين في ظل الإغلاقات بمعنى أن وتيرة الإصابات لم تنخفض في ظل هذه الإغلاقات المتوالية في الأراضي الفلسطينية وهناك مطالبات لإعادة قراءة المشهد الوبائي في الأراضي الفلسطينية ووضع حلول كان هناك أيضا عديد المباردرات في الأراضي الفلسطينية والتي طالبت أن يكون هناك منهجية متسارعة في عملية إسناد وزارة الصحة الفلسطينية خرجت أكثر من 13 مبادرة فلسطينية كبيرة لإمداد القرى والمخيمات الفلسطينية ومناطق الثقة السكاني بأجهزة التنفس كانت هناك مبادرات في قرى قامت عليها لجان شعبية وأهلية بالإضافة إلى شخصيات أيضا تهتم بالشأن العام وهذه أيضا انعكست على جو من التضامن في الحالة الفلسطينية الجارية هنا في ظل مواجهة الفيروس والذي يتقاطع مع حديث اليوم عن بدء استقبال قوائم الترشيح لانتخابات المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية إذن متابعين الكرام اليوم هو اليوم الأول في استقبال القوائم الانتخابية والتي أيضا ترشح بأن هناك حمى ستشهد الأراضي الفلسطينية في الأيام القادمة على صعيد تشكيل القوائم الفلسطينية هناك قوائم ويدور حديث عن قوائم مشتركة ما بين الفصائل الفلسطينية هذا الخيار أيضا يترنح بتزايد رفض عملية ما يعرب بالقائمة المشتركة ما بين الفصائل الفلسطينية لانتقاد لها على الأقل في الشارع الفلسطيني وهناك يحبذون أن تكون هذه القائمة إذن ما بين الوباء والانتخابات مساحة تقاش كبيرة سنتابعها على الجزيرة مباشر خلال الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة